بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي طلاب الصف الخامس ابتدائي ورحب بكم أنا المعلمة يناس الطيرين من معاهد وبرامج التربية الفكرية نبدأ بإذن الله درس جديد في مادة العلوم موضوع درسي لهذا اليوم مفهوم ترشيد المياه مفهوم ترشيد المياه أهدف في هذا الدرس أن يتعرف طلابي على مفهوم ترشيد المياه الأهداف التعليمية للدرس أن يذكر الطالب والطالبة أهمية الماء أن يعدد الطالب والطالبة مصادر الحصول على الماء أن يذكر الطالب والطالبة معنى ترشيد الماء أن يعدد الطالب والطالبة طرق ترشيد الماء أن يذكر الطالب والطالبة واجبنا تجاه نعمة الماء قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي الماء هو سر الحياة تحتاج إليه جميع الكائنات الحية لا تبقى الكائنات الحية الإنسان والنبات والحيوان بدون الماء الماء هو أحد الحاجات الأساسية لبقاء الكائنات الحية على قيد الحياة لو انتهى الماء من الكرة الأرضية ماذا يحدث يا طلاب الصف الخامس؟ هل تبقى النباتات على قيد الحياة أم تموت؟ أحسنتم تجف ثم تموت لو انتهى الماء يشعر الإنسان والحيوانات بالعطش ثم التعب ثم قد يتعرض إلى المرض والوفاة إذن الماء سر الحياة كما قال عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي علينا أن نحافظ على هذه الثروة الوطنية الماء ثروة وطنية يجب علينا المحافظة عليها قال الله تعالى ولا تسرفوا نهانا الله عز وجل عن الإسراف في كافة شؤون حياتنا من بينها الإسراف في المأكل والمشرب إذن ما واجبك عزيز الطالب تجاه نعمة الماء عليك المحافظة على هذه النعمة عندما أرى صنبور الماء مفتوح يجب علي إغلاقه عندما نرى صنبور الماء متعرض للعطل علي إخبار والدي لإصلاحه علينا أن نحرص على هذه الثروة في المدارس وفي المساجد وفي البيوت وفي كل مكان لماذا؟ لأنها ثروة لجميع الناس وجميع الكائنات الحية يجب أن يحرص كل شخص على هذه النعمة ما هي الكائنات الحية؟ من الذي يستفيد من الماء يا طلاب الصف الخامس؟ انظروا إلى الصور نتذكر من الذي يستفيد من الماء؟ الإنسان يستفيد من الماء الحيوانات تشرب الماء كما ترون أمامكم في الصورة النباتات تحتاج إلى الماء إذن يعتبر الماء حاجة من الحاجات الأساسية التي لا تستغني عنها الكائنات الحية ما هي الكائنات الحية؟ الإنسان، الحيوان، النبات باستخدام استراتيجية العصب الذهني نتذكر سوياً مصادر الحصول على الماء من أين نحصل على الماء؟ يا طلاب الصف الخامس نحصل على الماء من مياه الأمطار مياه الأمطار مصدر من مصادر الحصول على الماء نحصل على الماء من مياه البحار ونحصل أيضا على الماء من الأنهار كما أننا نحصل على الماء من مياه الأنهار إذن ما هي مصادر الحصول على الماء؟ مصادر الحصول على الماء متعددة نحصل على الماء من مياه الأمطار نحصل على الماء من أين؟ أحسنتم من مياه البحار والأنهار ومياه الأباء يصل إلينا الماء بعد أن يتم تحليته وجعله صالح للاستخدام إذن مصادر الحصول على الماء متعددة كما نرى في الصورة صح أو خطأ أمامي مجموعة من الصور أما أي الصورتين هي الصورة الصحيحة وأين هي الصورة الخاطئة؟ الصورة الصحيحة هو تنظيف السيارة باستخدام سطل من الماء ومن شفا الصورة الخاطئة استخدام كمية كبيرة من الماء لغسل السيارة لماذا هذه الصورة صحيحة وهذه الصورة خاطئة؟ هذه الصورة الصحيحة لأننا فيها نحافظ على الماء بينما نحن في هذه الصورة ماذا نفعل؟ نهدر الماء نهدر الماء بحيث أنه تخرج كميات كبيرة من الماء لا نحتاج إليها هذه الصورة هدر للماء ننظر إلى الصورة الثانية يقوم الولد بريء النباتات وترك ثمبور الماء مفتوح هل هي سلوك صحيح أم سلوك خاطئ؟ أحسنتم سلوك خاطئ في الصورة الثانية يستخدم الولد إناء لسقي النباتات علينا المحافظة على الماء بسقي النباتات في إناء خاص وعدم هدر الماء كما ترون في هذه الصورة ننظر إلى الصور التالية ماذا تعكس هذه الصورة؟ تعكس مفهوم ترشيد استهلاك الماء ما معنى ترشيد استهلاك الماء؟ هو المحافظة على مصادر المياه وإدارة استخدامها بشكل جيد في المنازل والمدارس وجميع مرافق البيئة علينا أن نستخدم الماء حسب احتياجنا ولا نهدر فيه سواء كنا في منازلنا أم في مدارسنا أم في المستشفيات أو في كل مكان من مرافق البيئة مرة أخرى نعرف مفهوم ترشيد الماء مع المعلمة ترشيد استهلاك الماء هو المحافظة على مصادر المياه وإدارة استخدامها بشكل جيد في المنازل والمدارس وجميع مرافق البيئة نستكشف ونسمي هذه القطعة ما اسم هذه القطعة يا طلاب الصف الخامس؟ هذه القطعة نسميها مرشد استهلاك الماء لماذا نقول عنها مرشد استهلاك الماء؟ يتم تركيب هذه القطعة في الحنفية وفي المكان الخاص بالاستحمام في كل الأماكن وفي حنفية المطبخ أيضا في كل الأماكن التي نستهلك فيها الماء لماذا هذه القطعة تساعد على نزول كمية معقولة من المياه وعدم هدر الماء وإخراج كمية كبيرة منه؟ إذن نسمي هذه القطعة بماذا؟ أحسنتم بمرشد استهلاك الماء أين يتم تركيب مرشد استهلاك الماء؟ في حنفية المطبخ، في حنفية دورة المياه، في كل حنفية يتم تركيب هذا المرشد ما هو الهدف من تركيب هذه القطعة المحافظة على الماء؟ سؤال، ما هي أدوات ترشيد الماء؟ توجد أدوات معينة لترشيد استهلاك الماء، نسمي بعضا منها مرشد الاستهلاك الخاص بالاستحمام هذه صورة مرشد الاستهلاك الخاص بالاستحمام مرشد استهلاك الماء الخاص بالحنفية، يتم تركيبه في حنفية المغسلة أقراص كشف التسريب قد تتعرض دورات المياه لتسريب هذه الأقراص يتم وضعها داخل كرسي دورة المياه في حال تحول لون الماء إلى اللون الأزرق، يوجد تسريب وفي حال أنه وجد تسريب داخل دورات المياه، هذا يعني وجود هدر في الماء لذلك علينا إصلاح هذا التسريب حفاظا على الماء من أدوات ترشيد الماء أقراص كشف التسريب أيضا كرسي الإزاحة، يتم استخدام هذه المادة في الكرسي الخاص بدورة المياه مرة أخرى، ما هي أدوات ترشيد المياه؟ مرشد استهلاك المياه الخاص بالاستحمام والخاص بالحنفية أقراص كشف التسريب وكيس الإزاحة طرق ترشيد المياه توجد عدة طرق لترشيد المياه نذكر منها عندما أرى الصنابير تالفة أو يوجد بها نوع من العطل علينا إصلاحها أيضا تبديلها وإغلاق صنبور الماء عندما يكون مفتوح من طرق ترشيد المياه استخدام كوب أثناء تفريش الأسنان بدلا من ترك الصنبور مفتوح من طرق ترشيد الماء أيضا غسل السيارة باستخدام سطل ومنشفة وعدم استخدام اللي الخاص بالغسيل من طرق ترشيد المياه أيضا استخدام الغسالة التي تعبأ بالماء من طرق ترشيد الماء غسل الفواكه والخضار داخل الطبق وعدم غسلها في داخل حوض الغسيل ما هي واجبنا تجاه نعمة الماء؟ الماء أحد النعم التي أعطانا الله سبحانه وتعالى ما واجبي تجاه أي نعمة؟ تفضل الله سبحانه وتعالى بها عليك الحمد لله علينا حمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة علينا المحافظة على هذه الثروة العظيمة أحذر الكتاب المدرسي والقلم برفقة ولي الأمر نحل الأنشطة مع المعلمة النشاط الأول صفحة 128 أرسم دائرة حول الصورة الدالة على ترشيد في استخدام الماء في الصورة الأولى تفتح البنت صنبور الماء وتقوم بتفريش أسنانها في الصورة الثانية يضع الولد كوب لتفريق ماء ليساعد في تفريش أسنانه ومغلق للصنبور أي الصورتين التي تدل على ترشيد الماء الصورة الثانية أحسنتم النشاط الثاني صفحة 128 صل بين كلمة ترشيد والصور الدالة عليها الصور صورة مغسلة مهدرة فيها الماء الصورة الثانية صورة ولد يستخدم كوب ماء لتفريش أسنانه الصورة الثالثة غسل الفواكه بحنفية مركب فيها مرشد للماء الصورة الرابعة يفتح الولد الصنبور أثناء استحمام الماء ويهدر الماء بكمية كبيرة أين هي الصورة الدالة على الترشيد؟ الصورة التي يستخدم فيها غسل الفواكه باستخدام مرشد الماء تدل على الترشيد وصورة الولد الذي يضع كوبا من الماء لتفريش أسنانه في نهاية الدرس عندي بعض التوصيات لولي الأمر الاطلاع على دروس مادة العلوم من خلال تكرار مشاهدة بثها على قنوات عين التلفزيونية مع وجود الكتاب المدرسي والقلم والصبورة ضرورة حرص الوالدين على متابعة ابنائهم عند مشاهدة الحصص التعليمية الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية جلوس الأهل مع الأبناء ومحاورتهم والاستماع إليهم وإلى ملاحظاتهم ومتابعة تقدم تحصيلهم الدراسي أولا بأول خلق بيئة منزلية محفزة لأبناء في المنزل من خلال تشجيعهم بالمعززات والمكافآت المادية والمعنوية نقل أثر التعلم من حصص الدراسية إلى المنزل وذلك من خلال توعية الطالب والطالبة بأهمية الماء وتدريبهم على المحافظة عليه وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من درس مفهوم ترشيد المياه كانت معكم معلمة يناس نطيري تبتم بحفظ الله